السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بحضرككم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة أرقام صحية النهاردة الحلقة الثانية وهنتكلم مع بعض إن شاء الله عن المعادلات الطبيعية والمشتفعة ومراحل ارتفاع ضغط الدم كمان هنتكلم عن إمتى يكون ضغط الدم عندك في هبوط بس قبل ما أكلم حضرتك على الأرقام خلينا الأول نتكلم على ما هو ضغط الدم يمكن إحنا كلمنا عن الموضوع ده في الفيديو الخاص بطريقة صحيحة لقياص ضغط الدم ولكن خلينا أفكرك به مرة تانية ضغط الدم لما حضرتك بتقيسه أنت بيطلع لك رقمين اللي هو الضغط الانكباضي والضغط الانبساطي يعني إيه الضغط الانكباضي ويعني إيه الضغط الانبساطي الضغط الانكباضي هو ضغط الدم اللي طالع من القلب أو بمعنى صح نقدر نقول ضغط الدم على الشرايين القلب عندنا بيعمل حركتين بيعمل حركة انكباضية وبيعمل حركة انبساطية الحركة الانكباضية عشان يضخ الدم اللي فيه لأعضاء الجسم والحركة الانبساطية عشان ينبسط فيجمع الدم من أعضاء الجسم الدم اللي القلب بيدخه ده دم محمل بالأكسجين بيروح للأعضاء بتاع الجسم عشان تاخد منه الأكسجين وتاخد منه الغذاء بينما الدم اللي بيروح للقلب في الحركة الانبساطية هو دم محمل بثاني أكسيد الكربون أو نقدر نقول بالعادم بعد عملية الاحتراق وبعد عملية القيد اللي تمت في الخلايا اللي بتعمل عليه الضغط الانقباضي هي الشرين والشرايين تتميز ان هي الجدران بتاعتها سميكة وفي نفس الوقت كمان مرينة عشان كده بتتحمل الضغط القوي اللي بيتم عليها بينما الضغط الانبساطي بيتم على الأوردة والده تيتميز ان بيكون فيها صمام بيمنع رجوع الدم تاني للأعضاء يعني هو اتجاه واحد بس ان هو يوصل للقلب فده باختصار معنى الضغط اللي بيطلع على حضرتك ان انت بتقول ده الضغط الانكبادي او بمعنى صح بتقول الضغط العالي والضغط الوضع فمنطقا يكون الضغط اللي القلب بيبزله عشان يوصل دم الأعضاء جسمك كلها اعلى من اللي القلب بيبزله عشان ياخد الدم من الأعضاء بتاع الجسم بينما النبض او البلس هو معدد ضربات القلب في دقيقة الوحدة واللي بالمناسبة المعدل الطبيعي بتاعه بيكون من 60% ل 100% وطبعا قد يتأثر ببعض الحاجات اللي انت ممكن تكون بتعملها وقت ما تكون بتقيسي الضغط او النبض ان انت مثلا ضعبان او ان انت بازل مجهود او ان انت طالع سلم فممكن يعلى شوية بس المعدل الطبيعي بتاعه اثناء الراحة يتراوح من 60% الى 100% خلينا نتفق ان اي حاجة تعمل مقاومة للدم هو ماشي جوه الشرايين او حتى جوه الاوردة فده بيؤدي لان ضغط الدم يرتفع يعني ايه ضغط الدم يرتفع انا عندي مصورة او عندي مثلا خرطوم انا ماشي جوه منه مياه كلما كان واسع وسليم من جوه مفيش حاجة مضيئة المسافة اللي الدم بيمشي فيها فالضغط بتاع الدم هيكون ضغط كويس لو حصل ان في اي رواصب جوه او حتى الاوعية دي نفسها انقبضت وبقت المساحة بتاعتها ديئة فده يؤدي الى ارتفاع الضغط والعكس صحيح اي حاجة ممكن توسع بالزيادة او ان هي تعمل تمدد في الشرايين فده بيؤدي لهبوط الضغط الضغط عندنا بينقسم لكذا مرحلة المرحلة الاولى وهو الضغط الطبيعي وهو ما اقل من 120 واقل من 80 المية وعشرين ده الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي 80 وطبعا بتقاس بوحدة الملي متر زئبك بينما حالة هبوط الضغط تصنف اذا كان ضغطك تحت التسعين على 60 تحت التسعين على 60 دا بيصنف حالة هبوط updated المرحلة الاولى من الضغط بتكون 130 الى 139 الضغط الانقباضي بينما الضغط الانبساطي بيكون من 80 ل 89 المرحلة التانية بتكون من 140 على 90 المرحلة التالتة والخطيرة جدا لما يكون الضغط الانقباضي عندك 180 وضغط الانبساطي عندك 120 ودي تستدعي ان انت تطلع فورا على طوارق بتاعة المستشفى ما تشربش الكركديه ولا تقول ان انا متعصب اذا ضغطك بالشكل ده اطلع فورا على الطوارق. وعارف طبعا ان بعض حضرتكو هيقول لي والله اذا انا بيجي للضغط 240 على 120 وما ببقاش حاسس بحاجة. انا قلت لحضرتك وحضرتك قبل كده ان الضغط ملوش اعراض حتى هما في الطب ليه مسمى كده سخيف شوية اسمه يعني القاتل الصامت. وسامح حضرتك او حضرتك برضو هتقول لي ازاي ملوش اعراض ده انا بحس بخط جامد فراسي واصداع. ده دي حاجة دي احمد ربنا عليها ان هو اصلا بيديك تنبيه. في بعض الناس بيحصل عندهم حالة غريبة جدا ان هو يكون الضغط الانقباضي عنده عالي يعني مثلا 140-150 والضغط الانبساطي عنده طبيعي جدا ممكن يكون 70. هل الحالة دي الشخص ده سليم بس يقولك كان طبيعي الضغط كده? خلينا اقول لحضرتك بقى ان دي حاجة خطيرة جدا. خصوصا لو كان سنك صغير. لان دي تدل ان فيه بيحصل عندك درجة من درجات تصلب الشرايين او مشكلة معينة في الشرايين. وده اللي بيسموه ال ايزوليتد سيستوليك هايبرتينشان او الضغط الانقباضي المعزول. يعني ضغطك الانقباضي مرتفع وضغطك الانبساطي طبيعي. معنى كده ان انت عندك مشكلة في الشرايين بس ما عندكش مشكلة في الاوردة. اسبابه كتير قد تكون مرتبطة بتقدم في السن اللي عمل درجة من درجات تصلب الشرايين ان الشرايين ما بقاش عندها القدرة ان هي تنقبض وتنبسط زي ما كنت صغير زمان. او ان شخص مثلا عنده الكوليسترول في الدم المرتفع فمؤدي لنفس النتيجة ان هو عامل مقاومة. او المدخنين او الناس اللي عندها سمنة او الناس اللي عندها مشكلة في هرمون الغدة الدرقية ارتفاع بالاخص او الناس اللي عندها سكر كل الناس دي عرضة ان يحصل معها ضغط الانقباض المعزول. فاذا حضرتك لقيته بالشكل ده فضلا توجه للدكتور وعرف ايه السبب وحاول تعالجه. ازا كان كوليسترول بناخد ليه ادوية ازا كان سمنة بنتتابع نظام غذائي ازا كان مشكلة في الغدة الدرقية بنعالجها ايا كان السبب مهم جدا ان انت تعالجه ما تقولش ده الطبيعي بتاعي. وطبعا فيه انظمة غذائية مهم جدا ان انت تتابعها واشهرهم هو نظام غذائي الداش. النظام ده رائع جدا خصوصا لمرضى الضغط. يعني كان عندك ارتفاع في الضغط سواء انكباضي منبساطي او انكباضي بس. اتابع نظام الداش وان شاء الله نبقى نعمل عنه فيديو مفصل. ولكن خلينا اقولك في عجالة ان هو بيعتمد ان انت تاكل خضار كتير. فاكهة كتير. بروتين معقول تقلل خالص من اكل الكرباهيدرات او النشويات. وطبعا مهم جدا برضو تحافظ على مستوى السوديوم والبوتاسيوم عندك في الدم لا يعلى ولا ينزل. ولما اسماش حلقة البوتاسيوم ارجع اسمعها هتستفيد كتير جدا ان شاء الله. في حتة مهمة جدا لما حضرتك او حضرتك تيجي تقيسي الضغط ما ينفعش ان انت تعتمد على قراءة واحدة او ان انت تقيس في توقيت معين اثناء النهار. حضرتك لما بتروح للدكتور ويلاقي عندك يعني ممكن تبقى عندك ضغط او ما عندكش ضغط فيقولك روح تابع الضغط لمدة اسبوع وارجع له. هو يقصد من كده ان حضرتك تاخد معاك كراءات اللي هي الانقباضي كلها لمدة اسبوع. والانبساطي كلها لمدة اسبوع. هنا اقول لحضرتك ان الطريقة صحيحة عشان تحسب ضغط الدم عندك مزبوط وتعرف انت ضغط الدم ده بسبب عامل مؤقت ولا انت فعلا مريض ضغط. خلينا نقول لنا حضرتك استضغطك الصبح او المصحيت من النوم واقسته مرة في وسط اليوم واقسته مرة بالليل. بالشروط اللي احنا قلنا عليها طبعا في الفيديو بتاع الطريقة صحيحة لياس الضغط. دلوقتي هتقيسه مثلا ثلاث مرات في اليوم. قسته على مدار اربعة ايام. يبقى ثلاثة فاربعة يبقى انت عندك اتناشر قراءة المفروض متسجلين. بتجي تعمل اين? بتجيب اللي اتناشر قيمة طوع الضغط الانقباضي يعني مثلا في يوم طلع مية وثلاثين في يوم مية واربعين في يوم مية وخمسين تجمع الاثناشر قيمة دول مع بعض وتقسمهم على عددهم. يعني تقسمهم على اتناشر. يبقى انت كده طلعت الرقم المتوسط بتاع الضغط الانقباضي. نفس الموضوع هنعمله معه الضغط الانبساطي. هنجمع كل القراءات بتاعة الضغط الانبساطي. ونبدأ ان احنا نقسمهم على اتناشر. الرقم اللي هيطلع لك في الاخر هو ده المعدل بتاع الضغط الدم عندك واللي بناءا عليه الدكتور بياخد قرار. هل انت مريض ضغط فعلا ولا مش مريض ضغط? ولحد هنا وصلنا نهاية الحلقة التانية من سلسلة ارقام صحية اتمنى ان انا نكون قفتها حضراتكم. كما اتمنى ان انتم تشاركوها مع اي حد تاني ممكن يستفيد بها اشتركوا في القناة فعالوا زر القرز. وكمان ما تنسوش اشتراك الدعمين للقناة. شكرا انا شكوا ان شاء الله على الحلقات اللي جاء على خير. سلام عليكم. اشتركوا في القناة